عليكم السلام الذين يكذبون عن النبي ويخترعون أحاديث اخترعوها بعد موته بقرناني وأكثر في العصر العباسي ثم يتبعونها ينسون أن النبي في حياته عليه السلام كان متبعا للقرآن فقط وهذا ما جاء في سورة يونس الآية 15 إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه اسلوب قصر أنا مش بتبعوا إلا الذي يوحى إليه في هذا القرآن ثم يكذبون authority الآية 50 إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه اسلوب قصر وسرعة الأحقاف إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه الآية 9 والسرعة الأعراف أيضا قل ربنا بقول قل إنما أتبعوا ما يوحى إليه من ربي الآن 200 و 3 وفي صوت الأحزاب الله سبحانه وتعالى يقول له واتبع ما يوحى إليك من ربك إذن هو عليه السلام كان يتبع الوحيد ومات ولا يزال الوحيد القرآني موجودا بيننا وطالما الوحيد القرآني موجودا بيننا فمعنى كتاب الله الذي نتبعه أي كتاب آخر لا بد أن نرفضه وهذا ما جاء في بداية سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزل إليك فلاكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا نبدأ بالآله كتاب أنزل إليك هذا خطاب للنبي محمد عليه السلام فلاكن في صدرك حرج منه لتنذر به لا تتحرج من أن تقف وتعلن أن هذه الآلهة رجس من عمل الشيطان وأن كذا وأن المسجد الغفة تدعم الله أحدا لا تتحرج من هذا وبعدين وذكرى للمؤمنين ألا يتحرجوا أيضا لابد أن تعلن لابد أن أعلن وأقول أن البخاري هذا رجس من عمل الشيطان وأن من يذهب إلى القبر المنصوب للنبي هذا قبر رجسي من عمل الشيطان ومن يذهب له فقد أشرك بالله سبحة تعالى من يذهب إلى ضريح الحسين من يذهب إلى ضريح السيد البدو إلى ضريح الشافعي لابد أن تعلن هذا ولا يكن في صدرك حرج ده معنى كتاب أنزل إليك فلاكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين بعد كتدة الخطاب جاء لنا فالتابعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني ليس فقط يا أتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وسكت لا قال fisher فالتابعوا ما أنزل إليكم من ربكم هذه القرآن قال إذا كان البخاري ولا تتبعوا من دونه أولياء المشركون الذين يقدسون البخاري يتعالون البخاري فوق كتاب الله ويتبعون البخاري ويرفضون كتاب الله يعني في موضوع الشفاعة البخاري بيعمل الشفاعة للنبي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في 150 آية بينفي شفاعة البشر والرسل إلى آخره لكن هم يتبعون ما جاء في البخاري ويكفرون بما جاء في كتاب الله والله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزي لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه يا أولياء وبعدين قليلا ما تذكرون وهذا هو حال المحمدين اليوم وهم قليلا ما يتذكرون عليكم السلام